أهلا بالجمهور الكريم كما وعدتكم في الحلقة الماضية بمناقشة أطوار الجنين في القرآن عند تطرقنا للآية 14 من صورة المؤمنون فكسونا العظام لحما إلى آخره مقارنة بالكتب المقدسة التي سبقته وما يقول العلم في ذلك العصر وما استجد في هذا الموضوع في عصرنا الحاضر هناك فكرة راسخة في عقول أغلب أحباء المسلمين منذ فترة بعيدة من الزمان عن أطوار الجنين على أنها حقيقة علمية غير قابلة للشكل لكونها موجودة في بعض الآيات القرآنية وبما أن القرآن حسب عقيدتهم هو كلام الله المنزل على رسوله محمدا فبالتالي لا يمكن للمسلم مجرد التفكير في احتمالية عدم صحتها خاصة عندما يجد حسب رأيه تفاصيل مدهشة عن هذه الأطوار والمراحل التي يمر منها الجنين في بطن أمه لم يسبق لكتب طب أو كتب مقدسة تقديمها قبله وحتى إن كانت هناك كتب قبل القرآن تشير أو تتحدث عن أطوار الجنين فهذا يعزز صحة القرآن ولا يطعن فيه ولكن في الواقع إذا أخذنا مقاييس العلم في فترة ظهور الإسلام عند القرن السابع الميلادي يمكن القبول بنظرية تطور الجنين القرآنية على أنها حقيقة علمية سواء في ذلك العصر أو إلى عصر قريب في القرن السابع عشر الميلادي لكن في وقتنا الحاضر هذه الفرضية أصبحت في خبر كان لتطور الإجهزة الطبية وطرق فحص الأجنة بحيث لم تعد هذه الفحوص تعتمد على الرؤية بالعين المجردة كما كان وإنما تعتمد على أجهزة إلكترونية متطورة كالميكروسكوب الإلكتروني التي تخول للطبيب مشاهدة الجنين في أي لحظة شاء رؤيته أي الجنين مما جعل العلم يقدم لنا مشاهدة أطوار الجنين منذ تلقيح البويضة إلى لحظة ولادته قبل الدخول في صلب الموضوع نذكر بعض الآيات التي تشير لأطوار الجنين في القرآن كالآية 14 من صورة المؤمنون التي رأيناها وياسين 77 الحج 5 غافر 67 والقيامة 38 والسجدة 89 والمرسلات 20 23 عبس 18 وغيرها من الآيات التي تعكس النظرية السائدة في ذلك العصر أي القرن السابع الميلادي نجد على رأسها نظرية التكوين المسبق للكائنات أو ما تسمى بنظرية التشكيل الأولى تفيد أن الكائنات الحية كلها موجودة بشكل مصغر بين قوسين قزم قبل تطورها في مراحل تكوين الجنين وهذا ما تشير إليه الآية 192 من صورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم إلى آخره أي من ظهر الإنسان تأتي هذه البذرة البشرية لتنمو كزرع في رحم الأم ولهذا جاء في صورة البقرة الآية 223 نساؤكم حرث لكم إلى آخره إذن البذرة تكون كاملة بشكل مصغر تقدف في رحم كما تقدف بدرة الزرع في جوف الأرض لتنمو وتكبر ولهذا جاء في صورة النوح الآية 17 والله أنبتكم من الأرض نباتاً وكأنه يشبه المرأة بالأرض نساءكم حرث لكم هذه البذرة تنمو كالنباتات ولهذا قال بتعبير في صورة آل عمران عن مريم أم المسيح الآية 37 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً إلى آخره أي أخرجها من رحم أمها كنبتة طيبة نمت وربت هذه البذرة تكون في صلب الإنسان ميتة ولهذا جاء في صورة البقرة الآية 28 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والسؤال المطروح متى كنتم أمواتاً بالطبع في أصلاب آبائكم كما قال ابن عباس وتكررت هذه الإشارة بوضوح في صورة الجاثية 26 قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي كنتم أمواتاً فأحياكم والفترة التي تفصل بين آدم أبو البشرية وعنت أيها الإنسان فترة موت لا تذكر لأن أكثر الناس لا يعلمون كما تقول الآية ولهذا جاء في صورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئاً مذكوراً إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً هو موجود في صلب آبائه حين من الذهر غير مذكور هذه البدرة تحتاج لماء دافق ليحييها بعد موتها ولهذا جاء في صورة الطارق الآية خمسة إلى سبعة فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب والخلق بمعنى ولاد جديدة خليقة جديدة كما يظهر من خلال الآية سبعة وعشرين من صورة الروم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه إلى آخره يبدأ الخلق بآدم ثم يعيده مع كل خلقة بشرية جديدة ولهذا أكمل القرآن في مقطع صورة الطارق بوضوح إنه على رجعه لقادر أي أن الله قادر على إرجاع خلق المخلوق بين قوسين الإنسان فآدم خلق من طين حسب القرآن وكل الكتب المقدسة الإبراهيمية ففي صورة صاد الآية 71 إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين ثم كرر هذا المعنى في صورة الحجر 28 وغيرهما من الآيات ثم خلق زوجته منه فالقرآن لا يذكر حواء بالإسم فدائما يشير لها بالزوجة في العديد من الآيات أهمها الآية 189 من صورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها إلى آخره وتكرر هذا المعنى في صورة الزمر الآية 6 فالقرآن لا يذكر كيف جعل الله لآدم زوجا له كما هو الحال في التوراة حيث يقول في صفر التكوين فأوقع الرب الإله سباة على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما وبنى الرب الإله الضلعة التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي إلى آخري ومن هنا يتضح لنا جليا مسألة من أين يخرج الماء الدافق كما رأينا في الآية 7 من صورة طارق يخرج من بين الصلب والترائب أي بين الضهر والصدر إشارة للأضلاع ثم تتضح لنا مسألة ملأ العظام باللحم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي كما تذكر التوراة وكذلك كما رأينا في صورة المؤمنون مقطع فكسونا العظام لحما خلاصة هذه الحلقة كل إنسان حسب القرآن فهو موجود في صلب آبائه ينتقل عبر سلالة من طين على سبيل المثال المؤمنون 12 كبدرة ميتة تصبح حية بعد قد فيها بماء دافق في رحم الأم ثم تبدأ عملية تطور الجنين إذن مسألة تكوين المسبق للكائنات أو ما تسمى بنظرية التشكيل الأولى بريفورماسيونيزم حاضرة بقوة في بدء خلق الجنين نكتفي بهذا القدر ونكمل الموضوع في الحلقة القادمة أو التي بعدها وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر